يا مساء الخير على كل مشاهدية ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة مهمة كالعادة عندنا فيها أخبار وتفاصيل كثيرة بتتعلق بنادينة الحبيب النادي الأهلي وبعض الأخبار المحلية والعالمية اللي أكيد هنتطرق لها في أجزاء مختلفة من الحلقة النهاردة وبيبقى مهم كمان تواصل حضراتكم معنا بشكل دائم وسؤال الحلقة النهاردة بتعلق بمباراة الأمس اللي تفوق فيها الأهلي على بيرامدز بنتيجة 2-1 وكان أداء مميز للأهلي على مدار المباراة كلها أداء تكتيكي تحديداً كمميز جداً من فريق النادي الأهلي وقدر أنه يفوز بنتيجة 2-1 فرأيكم في أداء الأهلي مبارح وتواصلوا معنا وقولوا رأيكم من خلال صفحات القناة المختلفة على سوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام وحن أكون تفاعلكم كالعادة في الجزء الأخير من الحلقة لكن البداية دايماً بتكون بأهم وأبرز العنوين تعالوا نشوف يلا بي في ترند الأهلي الأهلي يستعد لمواجهة سموحها بدون راح وكمان عبد الحفيز يوجه رسائل لاتحاد القرد وأخيراً في ترند المحلي فاولو سوزا يقترب من تدريب منتخب مصر النهاردة فيه مطشط في بطولة الدوري المصري الممشاز اللي هيخلص خلال أعتقد شهرين من دلوقتي بإذن الله ينتهي هذا الموسم في بطولة الدوري إن شاء الله يكون الأهلي هو البطل بإذن الله لكن النهاردة فيه مطشط مهمة قوي قوي فيه هذه البطولة أول مباراة هتكون الساعة سبعة ما بين فاركو والاتحاد السكنداري والمباراة دي هتكون حلوة يعني فرقتين إن شاء الله كويسين جداً فاركو مع المدرب ألميدا البرتغالي المميز والاتحاد السكنداري طبعاً برضو عمل مشوار كويس إلى حد ما مؤخراً مع الكابتن عماد النحاس فبالتالي مباراة هتكون قوية في كل الأحوال في نفس التوقيت هتكون مباراة الجونة مع إسترن كومبين والجونة فأشد الحاجة لتفوزه نفس الحال بالنسبة لإسترن فأيضاً هتكون مباراة مميزة لكنها عن نفسي هتفرج على مباراة فاركو والاتحاد بصراحة فيوتشر طلع الجيش الساعة تسعة ونص برضو ماتش حلوة قوي قوي ده فيوتشر فرقة تقيلة بعناصر مميزة منتشين بالتأهل للكنفيدرالية في المقابل طلع الجيش الذي لا يهزم على مدار عدد المباراة السابقة مع كابتن طريق العشري يما يفوز يما يتعادل فبالتالي هتشوف ماتش برضو حلو ورغم أن احنا للأسف في الفترة الأخيرة في الكرة المصرية الماتشات الحلوة الممتعة قلت شوية عكس بداية الموسم الموسم بادي بشكل قوي جداً ماتشات كتيرة جداً حلوة على المستوى الفني فيه تراجع نزبي في المرحلة دي ممكن يكون ناتج على عدد كبير من الإخفاقات المصرية فيما يتعلق بمنتخب مصر فيما يتعلق بالأندية المصرية في البطاطة الأفريقية ممكن دي يكون ليه تأثير بشكل أو بآخر لكن في كل أحوال خلينا دايما نتفاقل خير لصلاح الرياضة المصرية حتى لو ممكن يكون اللي بيدير الكرة المصرية خلال الفترة الحالية مش بالكفاءة المطلوبة لكن نتمنى لهم برضو كل التوصيل يعني دي أهم وأبرز المباريات النهاردة هنروح للفاصل سريع بعد الفاصل بقى هنتكلم في تفاصيل مباراة امبرح وفوز الأهلي على بيرامدز وهتكلم معكم في بعض التواليس اللي تتعلق بالفريق الأول لكرة القدم وتفاصيل كتير جدا فلسلونا بعد الفاصل يلا بيد يا جماعة ما الأهلي بيكسب بيرامدز يا الأهلي بيكسب بيرامدز عادي ماشي التاني على التوالي بقى لنا ست ماشيات ما بنخسارش من بيرامدز ثلاث تعدلات وثلاث انتصارات عشان بس الناس الكاب بتاع تقول ايه أصل الأهلي عايز يلغي بطولة كاس مصر بتاعت السالة الفاتت عشان هيقابل بيرامدز ومش عايز يخسر من بيرامدز ولازم البطولة تستكمل استكملت البطولة الحمد لله والأهلي كسب بيرامدز وتفوق عليهم تكتيكيا بشكل ممتاز على مدارة التسعين دقيقة وإدارة فنية مميزة من كابتن سامي ومصان وكمان زيد على كده الأهلي عنده غيابات مؤثرة جدا 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 عشر احداشر العيد وظروف بتتعلق بالجانب الفني وعدم الاستقرار بخصوص الإدارة الفنية رحيل مسماني وتأجد الكابتن سامي ومصان اللي ماشي بشكل كويس جدا وفيه مدرب جديد كمان جاي كل الحاجات دي والأهلي كسب بيرامدز عادي اهو فيش اي حاج فيا جماعة دا الأهلي نفسي حد لما يجي يتكلم على فريق كبير جدا زي الأهلي أو مثلا فريق كبير زي الزمالك أو الفرق الكبيرة زي دي ما ينفعش نوعا نطلع كلام ما يبقاش منطقي كلام ما ينفعش يتفهم أو يتصدق لا الأهلي كبير يكسب أي حد بأي ظروف بأي ظروف اسم الأهلي يكفي بخلاف القايمة المميزة اللي عندك من اللعيبة بخلاف شخصية اللعيبة اللي الناس في بعض الأحيان بتحاول تشكك فيها وللأسف في بعض قليل جدا مننا بينجر وراء هذه الالتجاهات وده أمر غير مطلوب إطلاقا لازم يكون عندنا ساقة كبيرة جدا في لعبتنا في أسوأ ظروف وفي الحقيقة رجالا مبارح عملوا ماتش كويس جدا قدام بيرامدز الشبه مكتمل يعني بيرامدز غامل عنده مين؟ أبرز لعيب وأهم لعيب في بيرامدز الفترة الحالية هو أبراهيم عاد بس هو أهم لعيب آه طبعا رمضان صبح لعيب مهم عبدالله سعيد عمل ماتش حلو مبارح أحمد فتحي دونجا في لعبة كتير جدا جدا موجودين في بيرامدز لعبة مؤثرة في وليد الكارتي في عدد كبير مميز في بيرامدز مبارح كان مكتمل الأهلي كان ناقص كتير وكسب بيرامدز كان ممكن يكسب 2-0 له الهدف اللي مكانش يعني ليه أي لازمة نوجة نظري وهتكلم عليه بالتفصيل ويمكن أصر رمضان صبحي أنه هو يشوت ضربة الجزاء رغم أن عبدالله أول متخصص بس عشان يبقى اسمه جاب جون في الأهلي لكن جون مالوش أي أهمية في نتيجة المبارح في كل الأحوال فهارد لك لبيرامدز ومبروك للأهلي وجمهوره ومبروك لحسام حسن أول فوق أول هدف يجيبه من ساعة ما جاء الأهلي أول هدف رسمي جاب أهداف مبارحة والدي نكاك أتكلم عن أهداف الرسمية فإن شاء الله تكون بداية انطلاقة ليه مميزة مع الفريق لأن حسام حسن من العيبة المميزة كان بيصدفوا سوق توفيق لغاية حتى مبارح يعني في المتش لكن الحمد لله الكرة دي جت تدي له دفع للأمام فبالتالي الأهلي خلاص تأهل ملاقات بيترو جيت في دور نصف النهائي بإذن الله تقطعوا لعب الزمالك في مباراة تكون متكافأة جدا في نهائي كاس مصر لكن لازم يكون فيه احترام كبير لفريق بيترو جيت عشان تقدر تتخطى وبإذن الله تلاعب الزمالك في النهائي في الكاس القديم اللي هو بتاع الموسم الماضي لكن تعال بقى نوف عند مستويات بعض اللاعبين أول حاجة أنا عايزة أبتدي كلامي عنه هو كوك لا لعبتي إيه لعب شخصية ممتازة في الملعب لعب يلعب بقلبه أنا أحب أقول اللعيبة اللي بتلعب بقلبها دي اللي هو مش فارق حاجة مش فارق مع حاجة التدخلات قوية بتركيز عقورة ما فيهاش عنف مثلا ما خدش مبارح ولا انذار في المباراة انذاراته الليلة قوي على مدار ماتشاط كتير لعبها مع الفريق مؤخرا بعد ما شوفيها من كورونا وقعد فترة طويلة زي مثلا حالة بدر بنون كده لكن في نفس الوقت لعب شخصية كويسة بيقدر يفيدك في نص الملعب وده مركزه الأساسي أشوال تمام كمان ولما اتنقل في الشوت التاني كباخلفت أجاد بشكل ممتاز فانت كسبت العيب صغير في السن بإمكانات كبيرة لعب في مباراة بيرامدز وكان مفروض من وجهة نظر كان ممكن نستفاد منه في مباراة الزمالك اللي كانت في قدنا لكن في نفس الوقت إضافة كبيرة قوي قوي كوكا وانا مش قادر أخفي أعجابي شديد بهذا اللعب بصراحة فكوكا نجم المباراة الأول من وجهة نظر لكن فين جم تانين عملوا مطش كبير قوي أفشا كان رايق عمل مطش حلو 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 على مدار الدايق كلها للعيبها لحد دم خرج وهو خرج في الآخر خالص يعني عندك طاهر بيواصل مستويات عظيمة بيقدمها وانا بفتكر وانباراة قلت لحضراتكم كمان طاهر كان أحسن واحد في مباراة الوداد في نهاية أفريكي أحسن واحد في الآخر بقيت الفرقة كانت وحشة بصراحة لكن طاهر عمل مطش كبير قوي هدف مميز وفايق وماشي بشكل كويس ومساوى مؤخرا ثابت جدا نرامي بقى ربيع من الناس اللي دايما بياخدوا انتقادات كتير كتير قوي بس لازم ياخد حقه لما يكون كويس امباراة مش كويس بس ومش امباراة بس لا بقاله فترة برضو ممتاز أولا بيصنع لك أهداف ثانيا بيلعب بشكل ادفاعي بحكم مركزه بسلوب مميز جدا جدا وبروح عالية برضو وبقوة كويسة وبتركيز ميزة رامي مؤخرا انه عنده تركيز في معدلات عالية جدا وبدنيا مميز جدا وربنا يا رب يحميه من الاسابات اللي عطلته كتير قوي 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 خلينا يا جماعة نفتكر رامي رابعة كان حاجة تقيلة قوي في خط الدفاع فهو ماشي في الطريق ده بيرجع لمستواه بشكل مميز وبيطمن جمهوري الأهلي على المركز ده تحديدا مركز الدفاع ليه بقى لانت عندك رامي رابعة وعندك الراجل قوي 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 ياسر إبراهيم اللي بيواصل برضو أداء ممتاز على مدار بقى ايه ياسر بقاله مثلا سنتين أو أكتر شوية من أيام فايلر فأواخر فايلر كده كان ياسر ابتدى ابتدى يثبت تواجده لان اول ما فايلر جي ما كانش مقتنع بياسر وكان راجله بره وكان الاحتمال ياسر يمشي لكن شخصية ياسر إبراهيم ساعدته في ان هو يثبت أحقيته بارتداءة شرط النادي الأهل ازاي؟ أفعل على نفسه ركز ما لتفتش لأي كلام وأثبت لي المدير الفني ساعتها فايلر انه لا لا أستحق فالرجل كان بصراحة وافير قوي لا ياسر كويس في التدريبات لما بينزل بيلعب بيقدل مطلوب منه فلا حياتي بقى أساسي بقى أساسي بعد كده بقى مع مسلماني ياسر إبراهيم ما شاء الله مع كابتن سامي أمصان ما شاء الله ومع المدرب الجديد بإذن الله حيكون مميز بكل تأكيد آخر واحد عايزة أتكلم عنه قبل ما أتكلم عشين ناوي محمد هاني برضو من اللعيبة اللي بتاخد انتقادات قد كده وبصراحة هو فترة اللي فاتت كان يعني غير موفق إطلاق لكن إنبارح عمل مطش كبير قوي قاتل خطورة رمضان صبح قدر أنه هو تدخلاته بنسبة أو بنسبة كبيرة قوي قوي كانت ناجحة كان فيه تركيز كبير وكان بيلعب بشكل مميز ناحية الألمين وأنا من الناس وده رأيي يعني من الناس اللي بقتلع جداً جداً بمحمد هاني وبشخصيته وبشوف أنه هو لعيب كبير لكن اللي بينقص محمد هاني هو الحفاظ على مستوى المميز لأنه فترات بيبقى كويس قوي وفترات بيتراجع فالمطلوب من محمد هاني أنه يحافظ على المستوى المميز اللي بإذن الله يوصله ده حيحصل إزاي بمسندة الجمهور ليه وأنا بشوف ده دايماً دور الجمهور يعني أنه يسند لعبته طبعاً اللعبية دي عندها رسيد وده اللي حيخليني نتكلم على مين بقى؟ على محمد الشناوي مبارح أخضر حلو؟ حلو متوفقين ما فيش أي خلاف في النقطة دي بقى له فترة مش مستوى؟ آه صراحة بقى له فترة مش مستوى دي حقيقة لو قلنا غير كده يبقى إحنا بنهرك بقى له فترة مش موفق بقى له فترة الحظ مش معها إطلاقاً يعني ماشي عكسه تماماً حلو هل ده معناه إن احنا بقى نمسك في الشناوي أو أنا هنا بتكلم على البعض القليل جداً من جمهور النادي الأهلي اللي ممكن يكون صغير في السن وما عندوش قدر كافي من الوعي بعض قليل من جمهور الأهلي مش طبعاً مش كل جمهور الأهلي لأن جمهور الأهلي عنده زكاء كبير قوي وعنده وعي كبير جداً هل ده المطلوب إن احنا نقطع في الشناوي وده حرس مش نافع وده أخطأه مؤسرة وده تاني خطأ لي قدام بيرامدس وده خسرنا مش عارف إيه وده أقدر الكرة مش عارف بتاعة مطش الوداد إزاي ومستوى في الساقل لا لعبه فلان لا هتقوله واحد تقيل على الدكة لا شيله منه شرط الكابتت لا ما ينفع يا جماعة كده ينفع الكلام ده أما يكون واحد شائل الأهلي في مطشق كتير قوي هو واحد بيتسبب دايماً في أنك تكسب بطولات كتيرة جداً وواحد بشخصية قوية وقائد للفريق وإنجازاته أكتر بكتير جداً من الفترات اللي ما كانتش موافق فيها وبقدرات كبيرة وحرس مصر الأول وأفضل حراس أفريقيا داخل الكرة لما يتعلم معا كده يا جماعة داي بقى بصراحة فيه نوع من أنواع عدم التقدير من القلة القليلة لازم لازم أنت كجمهور وأنا برضو بأكد في كلامي على العدد القليل جداً من الجمهور اللي بيحب وبيعشق الأهلي وباحترم جداً من وجهات نظر الجميع لكن لازم تكون فاهم وواعي أن أنت دورك انطقت انطقت آه الشناوي مش موافق الشناوي لازم يراجع نفسه مفيش مشكلة لكن ما تقطعش وما يعني إيه ما توقعش الحرس بتاعك ما تموتوش خصوصاً لما يكون حد بقيمة وقامة محمد الشناوي لما يكون حد عنده الإمكانيات الكبيرة دي والقدرات المميزة دي لما يكون واحد بيحب الأهلي بقلبه جداً جداً لأ دوري أنا بقى كجمهور نلقى في ظهره آه شناوي انت مش وفق بس احنا في ظهرك معلش احنا واسكين في إمكانياتك هترجع للمساواك مواصقين في كده وأنا عن نفسي والله واسك في كده لأن أنا عارف شخصية الشناوي كويس جداً شخصية قوية ما بيتأثرش بأي حاجة بني آدم في الأول في آخر ممكن يتأثر بس يعني بنسبق قليلة وعارف إنه هو مش حيطول في الدروب ده وعارف إنه هو حيرجع ويفوق نفسه كويس جداً وقرايب قوي 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 ده ما يقللش طبعاً من الحراس اللي عندنا علي لطفي ومصطفى شوبر وحمز علاء ومخلوف عندنا حراس كويسين لو النادي شاف إنه هو عايز يدعم يدعم دي حاجة تخص الناس في النادي ما فيش مشكلة خالص احنا في ظهرهم برضو لك أبتكلم التحديد دلوقتي على الشناوي ما يستهلش اللي بيحصل معاه من عدد قليل قوي من الجماهير الصغيرة في السن اللي نادي الأهلي اللي بتحشق الأهلي ولا متؤكد من كده وفي نفس الوقت في ناس يا جماعة غير منتمية للنادي الأهلي ها هدفها إنه هي ايه توقع عنصر مهم جداً عندك زي الشناوي تستغل لأي فرصة هب فيه دروب جامد قوي عنده ويلا دوس دوس وبعدنا البعض من جمهور الأهلي بينجروا وراء الحاجات اللي زي دي لأ نخلي بالنا نخلي بالنا لأن في الأول وفي الآخر الشناوي كيمة عظيمة جداً جداً في تاريخ حراسة المرمى في مصر ما فيش اتنين يختلفوا على كده أبداً فلازم نبقى في ظهره ونسنده لحد ما يرجع للمستوى وهيرجع قريب جداً فدي جزئية كمان ايه الشناوي وإن شاء الله بإذن الله يكون موفق خلال المرحلة الجاية انبارح في الماتش واتكلمنا على موضوع التحكيم الأهلي ليه حاجاته بيراميد ليه حاجاته بس السبب في كده ايه الكابتل عصابة فتاح ليه لأنه جاب حكم مش من حكام الأكفاء قوي هتقول لي أصلي دار مباراة دار مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي عادي اه ماتش كبير وفرقتين توقل ومش عارفينه نتيجة كانت كبيرة وكلام منه عادي يعني لكن عنده مشاكل لما تيجي تقرر ان الحكم تعنبارح ده بالحكم الأسباني اللي حكم مباراة الأهلي الزماني كمونييرا ده لا فرق شاسع لغم الحكم الأسباني مقدرش ممتشات مثلا جيه مدريد ومانشستر سيتي يعني او ممتشات كتيرة في التشامل يجي اه قادر اعتقد بعضها لكن مش ممتشات مهمة او لكن فرق شاسع يا رجلي فرق كبير وانا استغربت مبارح يقول لك يعني ناس تقول لك ايه ده احسن حكم في رومانيا رومانيا فيها كرة يا جماعة ما كامل الاحترام يعني رومانيا فيها كرة حكام الفر من المجر هل هما معتمدين فر لا فمين اللي تسئل في الحاجات اللي زي دي الكابتر عصام فتاح اللي بيواصل للأسف كراراته المؤثرة بشكل سلبي في التحكيم المصري وانا بصراحة مش عارفه عمل مداخلات بس اكيد عمل يعني الطبيعي حيطلع يدافع حيطلع يدافع عنه ولا مش حيطلع يدافع عنه ولا يطلع هاجمه زي ما هاجم الحكم الاسباني ولا ايه مش عارف رغب الحكم الاسباني ده مفعش يتهاجم والله العظيم من افضل حكام اللي جم مصري مؤخرا يعني فانا مش عارف كراراته انا سام عم فتاح يعمل ايه يعني او هو عايز من الكرة مصرية ايه فالناس اللي بتتكلم عن التحكيم اصل بيرامدز ليه اصل بيرامدز ضربة جزاء مفروض ما تتحسبش ضربة جزاء الاخيرة اللي جابها رمضان اصل مش عارف ايه كلام من ده انتوا بتتكلموا مين تتكلموا مكا بتاع صاحب فتاح اللي جايب واحد من الناس او من الحكام اللي هو يعني علاقته بيهم كويس تقريبا هو جايب عشان كده وزنق نفسه في الاخر اقول لك اصيدي كل وقت توفيناك من بادر يا كنت يا عصام ما هو ماتش الاهلي بس يعني ده فيما ده فيما يتعلق بالجانب التحقيق طيب خلالنا نروح نشوف تصريحات الكابتين سيد عبدالحفيز مبارح بعد المباراة وكلام مهم جدا والرسائل غاية في الاهمية من كابتين سيد عبدالحفيز ليه اتحاد الكرة وخصوصا الكابتين سيد عبدالحفيز لما بيطلع يتكلم الرجل بصراحة بيقول كلام جمع ده تعال نشوفه نرجعتين يلا بي مباراة في الكاس ومباراة احنا دخلنا في غيابات كتيرة جدا وفي ضغط مباراة برضو كتير قوي لكن برضو راح دايما الناس بتتكلم عليها وبتعلق لكن هو ده هو رهانك الكبير شخصية الاهلي يعني منظومة الاهلي الاسم بتاع الاهلي اللوجو بتاع الاهلي اللعيب مهم جدا من منظومة الاساس هو الفانيلا الاساس هو الاسم اللي بتلعب بيه يعني واحد على طول بقول لهم على طول مهما كانت الغيابات المهم هيبقى فيه 11 واحد موجود لازم تتحلب بالشخصية اللي انت بتلعب بيها بالنادي اللي بتمثله بالفانيلا اللي انت بتلبسها هي دي الرهان يعني الحمد لله طبعا كان غياباتك تراوي الحمد لله كبسامي قدر اللقاء في منتهى 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 الزكاء والحكمة الحمد لله رب العالمين يعني الواحد طول عمره طول عمره بيحارب عشان المعنى ده ان انت عندك اساس وعندك تاريخ وعندك مبدأ وعندك قيم وعندك اساس ماشى عليها اللي بيخش ممكن يضف لنا حاجة سواء كانت لعيبة او كانت اجهزة او كان مدير كورا او ايا كان ايا كان ممكن يبقى فكره كويس فكره متجدد شخصيته كويسة شخصيته قيادية شخصيته عالية لكن الاساس هو نظام النادي الاساس اللي انت داخل عليه تزيد شوية بقى من افكارك ومن اقتراحاتك ومن اسلوبك كلام جميل جدا لكن المنظومة نفسها اساسها هو النادي وتاريخه هم لعبة كبيرة ولا ما كانتش تلعب في النادي الاهلي كلهم يعني كلهم فخلاص حتى الصغير بقى مهم جدا انه بقى بص على مستوى العالم في حاجتين يعني الناس بتختلط بهم التغيير والتطوير مفيش حد بتغير سلوكه سلوكه ما بيتغيرش يعني واحد في المية على مستوى العالم اللي ممكن سلوك واحد مثلا واحد انسان مش نظيف يعني على مستوى العالم هتلاقي واحد في المية بس اللي تغير واحد انسان مش صاحب مش صاحب يعني حقوق اتعملت له ناس سعدته وناس وقف الجنب وناس 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 ده مش هيتغير خلص لكن في واحد ممكن يتطور يتطور بقى في أداءه يتطور في فكره شوية فالتغيير والتطوير مختلفين شوية انا عارف ان اللعيبة الصغيرة دولتي خلاص بقت في مرحلة التطوير بقى يعني انت لازم تطور من أدائك لازم تطور من إنتاجك فكرة ان انا لسه طلع من الناشئين عايزين نحطها على جنب شوية احنا اللعيبة بتلعب وسط اللعيبة كبيرة وسط نجوم كبيرة وسط فرقة كبيرة طيب يعني دي تصرحات الكابتن سيد عبدالحفيز مش دي الرسالة اللي انا قصد عليها قوي بس خلينا نروح لفاصل سريع وبعد الفاصل لسه عندي تعليق على مبارات برح بين الاهلي وبيرامدس استنون طيب كابتن سامي أمصان في الحقيقة أدار المغرام برح بشكل كويس جدا على مستوى الفني والتكتيكي الشوط التاني ممكن احنا لحظنا بعض التراجع بالنسبة للأهلي للجانب الدفاعي لكن هي كانت وجهة نظر كابتن سامي أمصان طبقا للظروف الحالية والوضع الحالي للفريق اللي بيشهد عدد كبير جدا من الإصابات المؤثرة بكل تأكيد وطبقا لان انت بتلاعب فريق برضو كبير وفريق على المستوى التكتيكي عالي جدا فكانت مباراة مميزة قومة كابتن سامي أمصان اللي بيحاول إن شاء الله بإذن الله ينهي الفترة بتاعته كمدير فني مؤكد للأهلي على أكمل وجه على أكمل وجه ففي الحقيقة كابتن سامي أمصان مثلا إيه مسك الأهلي بداية من مطش الأهلي والمصري بيستلون في كاس مصر كسبنا 1-0 وبعاكيها لعب إسترن في الدوري كسب 4-1 وبعاكيها لعب الزمالك اتعدل معه 2-2 وكان الأهلي فترات كتيرة بالتحديد في الشرط الأول قريب إنه يكسب ويحسب المطش وكمان في الشرط التاني كان فيه يعني فرص كتير والزمالك بصراحة كان ليه فرص كتير فاتعدل مع الزمالك في الظروف دي بغيابات برضو 2-2 لعب المحلة كسب 2-1 ولعب بيراميدز في كاس كسب 2-1 طيب أما الأهلي في الظروف دي وبالغيابات دي وبمدير فني مؤكد وبالوضع الحالي اللي حضراتكم شايفينه بخصوص مثلا الإجهاد البدني اللي عند عدد كبير جدا جدا من اللاعبين ومفيش حد من الفرق الكبيرة قدر يكسب الأهلي فهنا السؤال أمال إمتى الناس دي هتكسب الأهلي إمتى الزمالك يفوز على الأهلي والأهلي في ظروف صعبة رغم إن بصراحة برضو الزمالك كان ظروفه يعني صعبة في المطش دي عنده غيابات لكن عمل مطش كبير وكان أقرب كمان لفوز في الشرط التاني إمتى بيراميدز المكتمل يفوز على الأهلي اللي بقاله ست مباريات ما بيعافش يكسب الأهلي فده إن دال يدل على قوة شخصية الأهلي إن في أي ظرف من الظروف بيقدر يحسن المطشاط وهي دي سمات الفرق الكبير اللي أكيد برضو موجود عند عدد من الفرق الكبيرة جاءت داخل جمهورية مصر العربية فبإذن الأهلي يكون موفق دايما بإذن الله إن شاء الله خلال الموسم ده نقدر إن نفرح بفوز الأهلي بثلاث بطولات محلية كاس مصر وكاس مصر تاني ده عادي هنا فقا ما فيش مشكلة والدوري فالثلاث بطولات دول الأهلي يكسبهم يبقوا يتبقى حاجة كويسة الميزة كمان في الكابتن سامي أمصان إن هو بإذن الله بإذن الله بيدي المدير الفن الجديد الفرقة في وضع مميز وضع مميز من حيثه إيه؟ من حيثه وضع الأهلي في جدول الترتيب تمام؟ يكسب مطشاط المؤجلة يبقى الأول ويبقى فيه يعني نسبة ما من الأريحية مش حاسم طبعا وداخل على مباراة بيترو جيت في نص نهائي كاس مصر بخلاف مقصة في بطولة كاس مصر الجديد فده أو دي وضعية كويسة جدا للمدرب الجديد اللي بإذن الله حيتحسس مهام عمله مع الفرقة ويبص على اللعيبة كويس وياخد قراراته وده أكيد هيحتاج بعض الوقت الأهلي بيواصل تدريباته طبعا من خلال النهاردة ومن خلال التواجد فيه مقر النادي بالأهلي بالجزيرة وبالتحديد استاد مختار التتش استعدادا لمباراة صعبة جدا جدا قدام فريق سموحها المميز فبالتالي خلال نروح لزميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي والمتواجد في مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان يطمننا على كل الجديد بالتحديد فيما تعلق بفريق الأهلي عقب الفوز بالأمس وبداية الاستعداد لصموحها يا كريم مساء الخير مساء الخير عليك للزميل العزيز أمير الشام تحياتي لك في البداية وكل التحية لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي أهلا بك يا كريم طمنا على الفرقة مع نويات اللاعبين استعداداتهم كمان لمباراة صموحة لأنها مباراة مهمة جدا في مشوار بطولة الدورة المنافسة على هذه البطولة قلنا كل الجديد والكواليس يا كريم يعني في البداية نقول تلاحهم وضغط كبير جدا كالعادة طبعا زميل العبين تعرف في كل 48 ساعة مباراة أمر صعب جدا على الجهاز الفني وعلى اللاعبين يعني الحقيقة ما بنشوف اللاعبين بتاعمي ريكاوري تدريب وحيد صمو مباراة بنلتمس العزر لكل اللاعبة الحقيقة مجهود زهني وبدني وعصب كبير جدا لكل اللاعب تلنادي الأهلي عارفين طبعا لا قدر اللاعبة لكن دي حقايا أمير انتعرف لابد ان احنا نقولها فلابد ان احنا نحيي كل اللاعبة على أداءهم المميز جدا في كل المباراة وتحديدا كمان في المباراة الأخيرة مباراة بيراميز اللي حسامها طبعا زي ما بنقول دور الجهاز الفني كبير جدا لكن فعلا كالعابة النادي الأهلي في المعادة الشخصية بانت والروح بانه والقتال وكل الأمور طبعا الخاصة بالعابة النادي الأهلي في التحدي الكبير وفي الفترة والمرحلة المهمة جدا اللي احنا متوجدين فيها فبنبارك للعيبة وبنهنيهم على المجهود ده وبنطلبهم كمان وبطلبهم جمهور النادي الأهلي ببزل مجهود أكتر من كده كمان خلال المرحلة القادمة وتحديدا كمان من المباراة القادمة بردت سموحة لأكون على استادة الأسكندرية يا رب ان شاء الله بإذن الله كل التوفير للنادي الأهلي في هذه المباراة يعني النقاط مهمة جدا مهما كانت التحديات ومهما كانت الصعوبات ومهما كانت الغيابات والإصابات الحقيقة لكن أي 11 رجل بيكونوا متوجدين في الملعب نشوفهم كالعادة على قادر المسئولية روح الفنينة الحمراء الرهان كبير جدا على العيبة النادي الأهلي بعد حياء الأداء اللي قدال كابتن سامي أمصان خلال المرحلة الماضية منتظرين بقى المدير الفني الجديد بمعنوات كبيرة جدا رغبة كبيرة ودوافعة أكبر كمان تكون مع العيبة النادي الأهلي لاستكمال مشوار بطولة الدور العام وأيضا كمان بطولة كأس مصر النقطتين طبعا مهمين جدا حابين نطمن عليها كل جمهورنا العظيم جمهوري للنادي الأهلي في عودة أكثر من لاعبين كان فقدنا عدد كبير جدا من اللاعبين خلال الأيام الماضية سواء في بطولة الدور العام أو في بطولة كأس مصري لكن إن شاء الله بإذن الله الرباعي حمد فتحي من عم حسين الشحات وعلي لطفي يكونوا متواجدين في قائمة مباراة سموحة ومنها إن شاء الله يكونوا متواجدين في التشكيلة أو في القائمة بشكل عام فقدين عدد كبير جدا فما يجعلنا أربع العيبة بيكون أمر بيسعد الجهاز الفني بشكل كبير جدا وأيضا كمان بيدعم دكة البودلاء سواء هيبدأ بيهم الكابتن سامي أمصان أو أيضا كمان يكونوا متواجدين على دكة البودلاء كابتن سامي أمصان أيضا كمان هيكون على القيادة الفنية لمباراة سموحة القادمة لحين بقى الإعلان عن المدير الفني الجديد لفريق النادي الآلي لتوالى إن شاء الله المسؤولية الكاملة خلال المرحلة القادمة ريكوفر نهارد لعيبة النادي الآلي أمير يوم وحيد هيكون تدريب رئيسي غدا ثم بعدها سفر إلى أسكندرية ومباراة سموحة فيا رب إن شاء الله بإذن الله تقدر لعيبة النادي الآلي في 24 ساعة الوحيدة يستعيدوا طبعا قوائهم الذهنية والبدنية لأن المباراة سموحة كون مباراة خواية جدا لا تقل أهمية عن كل المباراة الماضية لكن إن شاء الله بإذن الله متفائلين بشكل كبير جدا مع الروح اللي احنا شايفانها مع لعيبة النادي الآلي أن احنا نستمر في سلسلة الانتصارات لأسعاد كل جمهور النادي الآلي بإذن الله يا كريم أبرز ملامح المراني النهاردة بالتحديد يا كريم عبارة عن إيه يعني أميري النهاردة قادر أقولك جزء كبير جدا ركافر لكل لعيبة لشاركة فيها المباراة بشكل عامي يعني ما قادرش أقولك النهاردة يكون في جرعة تدريبية كاملة آه في بعض اللعيبة طبعا هتاخد جزء من التدريب لكن كلها حاجات بسيطة جدا لأن المجهود على الكل أميري الحقيقة مش اللعيبة بس اللي بتشارك أو الأساسين لا الكل الحقيقة مجهد يعني عمر الصلاة كمان على ذكر طبعا الجهد الكبير وعلى تدريبات عمر الصلاة يمكن واخد يوم راحة النهاردة اللاعب الوحيد اللي واخد يوم راحة عن كل العابة لنادي الأهلي نظر المجهود الكبير اللي بيبزل فيها التدريبات وفيها المباريات تدريب النهاردة ما قادرش أقولها غير أنه هو ركافر اللعيبة ثم بقى مختص اللعيبة طبعا جوا تدريب بسيط جدا لحراس المرمى الشناو طبعا بيأدي تدريبات بسيطة لكن علي لوت في النهاردة ياخد جرعة تدريبية كاملة مصطفى شبير حمزة مصطفى مخلوف كل اللي حراس المرمى النهاردة تاخد جرعة تدريبية قوية جدا لكن التدريب مش هيطول النهاردة عن 60 دقيقة المعتاد طبعا لفريق النادي الأهلي بعد كل مباراة مجهود كبير جدا فعشان كده بنأكد على التدريبات اللي هي بتكون خفيفة في اليوم اللي بعد المباراة أيضا كمان الجزء اللي ما بيشاركش بياخد تدريبات خفيفة لكن ما تبقاش بالقوة اللي انت عرفها طبعا ما بيكون التيم كامل أمير أكيد إن شاء الله يا كريم نتمنى للأهلي كل التوفيق بشكرك طبعا شكرا جزيلا زمالنا العزيز كريم أحمد من رئيس القناة الأهلي من داخل مقر النادي بالجزيرة بصراحة الرجل قال لنا كل التفاصيل اللي بتخص الفرقة بعد الفوز المميز مبارح على بيراميدز وكمان بداية الاستعداد لمباراة سموحة يوم الأربع بإذن الله تعالى مباراة ستكون الساعة 9.30 بالليل في اسكندرية إن شاء الله الأهلي يكون موفق في هذه المرحلة الهمة والحاسمة جدا في بطولة الدولة هروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نكمل أهلا بحراركم مرة تانية تعالوا نشوف الصفحات الرسمية تناولة فوز الأهلي بالأمس على بيراميدز إزاي ونبتدي بحساب في الجول على تويتر وقالوا أول أهداف حسام حسن بقاميس الأهلي بعد 20 مباراة في جميع المسابقات الراجل لعب 20 مباراة أو شارك في 20 مباراة لأنهما كانت في أغلب المباراة دي أو النسبة العظمة منها كان بديل يعني فبياخد دعاق قليلة وقدر أخيرا في مباراة مباراة كان برضو نازل كبديل وقدر أنه يجيب هدف فنتمنى له يا رب التوفيق ودي بإذن الله تكون انطلاقة لحسام حسن مع الأهلي كلينا كمان ناخد سبورت 360 وحسامهم على تويتر ومحمد شريف يصل إلى مباراة رقم 100 بقاميس الأهلي في جميع البطولات جاب كم جون بقى؟ 46 هدف و 11 أسست فأنا أشوف أنه ده رقم كويس جدا يعني مش رقم وحشي لو أنت هتقارن أرقام دي ببرة فلا رقم مقبول ببرة أصلي دوريات تانية في أوروبا فأوا في أرقام بتبقى أعلى من كده طبعا لو في ميت ماتش صراح مثلا في ميت ماتش أعتقد أن نجاب أهداف كتير جدا مع ليفر فول لكن مع وضع الاعتبر صوارق ما بين الدوريات الأوروبية والدوري المصري فأنا بشوف عدد كويس جدا أو عدد مساهمات كمان رائع أكثر من نسبة 50% من الأهداف أو أكثر من نسبة 50% من عدد المباراة اللي لعبها مساهم فيها في أهداف مميزة فإن شاء الله نتمنى له التوفيق دايما وابتدى يرجع لمستوى مؤخرا محمد شريف يلا كورا وليد سلمان على بعض خطوتين أو خطوتين من معادلة رقم الحضري مع الأهلي وليد سلمان لعب بماتش مبارح 307 ماتش مع الأهلي على بعض ماتشين فقط من معادلة عدد مشاركات عصام الحضري صاحب المركز السادس في قائمة أكثر لعابي الأهلي مشاركة في المباراة منذ بداية القرنة وليد لعيب اللي سابت بصمة كبيرة جدا مع الأهلي أليو ديانج وحسابه على تويتر وبتكلم وبيعبر عن ساعته الكبيرة بيفوز بمباراة إمبارح سعيب بعوداتي بعد غياب ثلاث أسابيع للمشاركة في فوز الفريق أحسنتم يا شباب ولعيب مهم جدا ديانج حتى لو ممكن فترة الأخيرة برضو الفرقة كلها مش في المستوى المعروف عنهم ده ناتج عن عوامل كثيرة جدا تتعلق بتلاحهم المواسم وأجهدات وكلام من ده وممكن تكون قل التركيز برضو من عند اللعيبة غزبا عنهم لأنه بيبقى فيه تشتت بدني أو فيه إجهات بدني وتشتت زهني في نفس الوقت بمنته كل شوية بتلعب مرش كل شوية بتذاكر فرقة وكل شوية محاضرات وكلام من ده خلاص دماغك يعني حيبقى الموضوع صعب مستهل يعني لكن اللعب ده مش محتاج نتكلم عنه يعني بصراحة ديانج خليه كمان روح للوطن الرياضي بيقوله تلات لعبين مهددون بالرحيل عن الأهلي في الموسم الجديد تعالوا بقى نقول مين هم اللعبين اللي هم كتبينهم الوطن سبورت وحسنهم على فيسبوك قالك ايه اقترب سلاسي الأهلي الأجنبي بيرسيتا ولويس ميكسوني وبدر بنون من الرحيل خارج أسوار القلعة الحمراء تمام بصوا يا جماعة دي بداية الخبر حلو تعالوا بقى تمص الخبر كده قالك لكن الأهلي لا يفكر في الاستغناء عن بدر بنون حاليا وينتظر عقد جلسة مع اللعب طب منين ان تلاتة بيقتربوا منهم بدر بنون ومنين الأهلي مش بيفكر أصلا في رحيل بدر بنون ما بيبقى فيه حاجات منطقية وحاجات غير منطقية بس يا جماعة يعني ممكن مثلا ايه بيقولك بيرسيتا ولعيب الأهلي دافع فيه فلوس كتير وجايبه ولعيب مهم اه فيه فترات بيبقى مستوى مش مش شكل المطلوب لكن لعيب كويس جدا وكانت بداية رائعة مع الأهلي ميكسوني ممكن الحديث عنه يكون منطقي من وجهة نظر ممكن الحديث عنه يكون منطقي رغم ان ما فيش اي قرار نهائي لكن الناس بتحاول تكتاد وتتنبأ باللي ممكن يحصل بخصوص بعض الرحلين على النادي الأهلي وخلينا ننتظر ونشوف لان احنا لسا فترة حسنا بطولة الدولة هنروح للفاصل بسرعة بعد الفاصل نكمل يلا عندي خبرين مهمين في التريند المحلي خلينا نتطرق ليهم ونعلق عليهم بشكل سريع كورة 11 نحسنوا على تويتر بيقولوا ان يبدو ان المدرسة البرتغالية ستنتشر او ستنشر طريقة لعبها في القرى المصرية صحيفة برتغالية تكشف موعد وصول باولو السوزة لتوقيع عقود تجريب منتخب مصر خلفا لأهاب جلال والراجل حيجي بكرة بس عندي تعليق على حتة ان المدرسة البرتغالية ستنشر طريقة اللعبة ومش كل مدربين برتغال بيلعب بطريقة واحدة يا جماعة كل واحد وليه اسلوبه يعني فمش شرط خالص خلينا كمان نروح ليه يلا كورة بيكلموا برضو عن باولو سوزة المدرب المحتمل لمنتخب مصر تولى قيادة عدد من الاندياة الاربية ابرزة ليستر سيتي فورنتينا بازل اضافة الى منتخب بولندا يعني من خلال السي في ده لو هو ده المدرب مسك منتخب واحد هو جاي يمسك منتخب مصر بيمسك اندية اكتر هل ده ممكن يكون يعني منطقي الله اعلم نتمنى له رب التوفيق يعني اللي عرفه ان انت بتدور على مدرب منتخبات اكتر منه مدرب اندية تبقى للسي في بتاعه وراج المدرب اندية اكتر يعني لكن لو هو ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق خلينا ناخد سريعا مشاركات حضراتكم ورأيكم في يعني مباراة انبارح وفي الاداء بالتحديد بالنسبة لنادي الاهلي نبتدي بالصديق العزيز واقل الامام اللي قال اللي يستهل التحية بجده هو سامي امصان اللي شال المسئولية في فترة صعبة طبعا نادا اسلام قالت اداء جايد في ظل الغيابات المؤسرة عن الفريق افشى لما بيفوق بيفوق الكل طاهر لعب كبير قوي بس عايز سكا كوكا مستقبل الاهلي ودائما الاهلي بمن حضر الاهلي فوق الجميع تمام يا نادا خلينا كمان ناخد جابر عوض اخيرا قال ايه الاداء ممتاز وتحية لسامي امصان واللعبين طبعا تحية كبيرة لكابتن سامي واللعبين واكيد عملوا فترة صعبة بشكل جيد لحد ما نتمنى لهم يا رب كل التوفيق دي كانت تعليقات حضراتكم ودي كمان كانت حلقاتنا النهاردة من الترند استنونا في حلقات اخرى جديدة باذن الله واحد احد من نفس البرنامج الى اللقاء اشتركوا في القناة